طيب عناقف نتفرج والبلد كل يوم بتنقص حطة مساجد قال البيت ما تخليش دار الإفتاء تتحرك وتتكلم وما هو موقف دار الإفتاء المصرية الحقيقة ندار الإفتاء المصرية والمفتي شوي علام المفتية بعملة قرروا يقول للسيسي لأ وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقف جريء عملوا المفتية بعملة طيب إزاي الكلام ده وإيه اللي حصل القصة ندار الإفتاء المصرية طلعت فتوى على صفحتها رسمية بتحرم فيها هادم المقابر التاريخية الموجودة في القاهرة ونقلها إلى خارج العاصمة بس قبل ما أعرض لك الفتوى اللي صدرت من دار الإفتاء عايزك تركز على جملة واحدة طيب المناطق القابر التاريخية حرام طيب والغير تاريخية تصدق برضو حرام ليه دار الإفتاء قالت إلا برضى صحابها قادي الفتوى بتاع دار الإفتاء نقل المقابر خارج العاصمة السؤال ما حكم الإقدام على نقل خلي بالك الصفحة الموثقة نقل المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلى أطرافها أو إلى خارجها الجواب يحرم نقل المقابر الواقعة داخل مدينة إلى أطرافها أو إلى خارجها إذا حصل قبل المدة التي يعرف بواسطتها أهل الخبرة أنه معها تستحيل أجساد موت هذه المقابر إلى السورة الترابية وإذا كان بعدها فما كان منها له مالك شخص اشترت فيه رضاه ببيعها أو استبدالها وإلا كان حراما أيضا ويستثنى المقابر الأسرية ومقابر العلماء والأولياء والصلاحين فلا يجوز مطلقا نبشها بغرض نقلها وإن فرضنا موافقة أصحاب المقبرة الحاليين على أغض عواض عنها وما كان منها موقوفا كمقابر سفح المقتب لم يجز التصرف فيها بغير الدفن ثم أن تجميل هذه المنطقة وتشجيرها وتقدرها أمر حسن مندوب إليه وكذلك إخلاؤها وتطويرها من المجرمين أمر لازم بطرق مختلفة يدركها أهل الإختصاص يعني لو في مقبرة لازم صاحبها يكون الجثة وصلت إلى الحالة الترابية ولما توصل لازم يبقى برضى البعائيين أما مقابر العلماء فلا يجوز لكن في تفصيلية رفيعة كده قوي إن الفاتوة دي ما طلعتش لي مندول الفاتوة دي كانت طلعت سنة 2019 يعني من أربع سنين لما النشطاء استدعوها وعملوا لها الشير للبص ده وتفعلوا معاها وعلقوا عليها راح تطلعت دار الفتوى مرة تانية وتشعرت بقى دفع ده خلى المصلحة بتاعت دار الإفتاء تحزفها خالص بعد تفاعل النشطاء راح تبص بقى الإفتاء تحزف فتوى حول نبش القبور حزفت هم ليه؟ الفاتوة دي من 2019 لدار الإفتاء حول حرمة هادم المقابر عملت جدل كبير قوي على السوشيال ميديا وفي صفحات متخصصة في تتبع الأخبار الكذبة والمضلرة أكدت إن دار الإفتاء فعلا حزفت الفاتوة من على صفحتها زي ما ذكرت موقع أو صفحة اسمها ما تصدقش دار الإفتاء حزبت بالفعل منشورا حول حكم نقل المقابر إلى خارج القاهرة للدرجات دي الدين والفتوى بقوا بالتفصيل حسب المزاج عند المفتي بعملة دا حصل عنه غضب كبير جدا عبر عنه آلاف النشطاء على السوشيال ميديا واللي اعتبروا إنها بقيت دار إفتاء ملاكي بتستخدم الدين على هوى السلطة بترضي الحاكم ثم الله بعدين زي ما كتب كده حساب الدكتور محمود قال الدكتور محمود بالنص كده إنه طب دار الفتوى أو دار الإفتاء حزفت الفتوى ليه؟ انتهت صلاحيتها يعني؟ دا لسه من 2019 يعني معداش على أربع سنين كارثة لما تكون دار إفتاء ملاكي تستخدم الدين وتشكله على هوى ومزاج السلطة والسلطان للأسف مزاج الدولة عندهم فوق أي اعتبارات دينية وقبل إرضاء الله زي ما بيقول أو بتقول حساب باسم ناني حزفوها لما تعرضت مع مزاج الدولة اللي هو مزاج فاسد بكل المخييس ومزاج الدولة بالنسبة لهم فوق أي اعتبارات دينية أو علمية دا دين وانت هتحسم عليه لوحدك لا دار الإفتاء ولا الدولة هتنفعك يوم الإيامة بس الناس إزاي تسخ في فتاوى دار الإفتاء بعد كده؟ دا كان سؤال اليوتيوبر عبدالله شريف اللي قال السادة دار الإفتاء عبدالله بيقول السادة دار الإفتاء المصرية كيف تريدون مننا أن نسخ بينكم بعد أن حزفتم تلك الفتوى منذ ساعتين فقط لأن كبيركم تجرأ وهدم المقابر كيف؟ الموضوع مؤسف ومغزي ودار الإفتاء بالتعامل بالقطع وبالأمر المباشر زي ما كتب حساب الصحفي كريم فؤال بيقول من المؤسف والمغزي قيام صفحة دار الإفتاء بمسح الفتوى الخاصة بهدم مقابر القيارة التاريخية على صفحتها الفيس سؤالي للقائمين هل أنتم تتعاملون بالقطع وبالأمر المباشر؟ ولو حاضرتك شايف الموضوع ما يستهلش تجاوزه لكن في حال أصبح ما حدث عادة حينها ستكون الطامة الكبرى